يجوز أكل الشوكولاتة اللي فيها كحول مكتوب فيها كحول لكن ليس فيها نسبة يعني نسبة الكحول أختي كريمة بارك الله فيك أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يأكل من الطيبات ولا يجوز له أن يأكل المحرمات يقول الله جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا الأمر الأول الأمر الثاني الأمور على ثلاثة أشياء على ثلاثة أقسام حلال بين حرام بين مشتبهات ودليل هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات إن الحلال بين الخبز الرز لحم الغنم لحم الإبل لحم الماعز لحم البقر إن الحلال بين وإن الحرام بين الخمر المخدرات المسكرات لحم الخنزير الدم الميتة بين ما في شبهة وبينهما مشتبهات وفي لفظ مشبهات طيب ما موقف المسلم من المشتبهات نسأل صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام طيب ما هي الشبهات الشبهات جمع شبهة وسميت شبهة لاشتباهها بالحق فيها مثل الشوكولاتة الأصل حلال وجدت فيها شيء مكتوب في كحول وما ذكروا النسبة إذن هذه شبهة هذه شبهة كيف أنا الآن أقدم على شراء هذه الشوكولاتة وفيها نسبة كحول أنا ما أدري كم وأيضا هل هذه من الضروريات يعني الحياة متوقفة على أكل هذا النوع من الشوكولاتة مثلا إذا ما أكلتها مت مثلا ولذلك تلفاضلة يبتعد عن هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والأحاديث في هذا الباب كثيرة بارك الله فيك